بعد مرور خمسين عاماً على انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة تغير وجه الحياة بسيناء أرض الفيروز مع جهود متواصلة للدولة المصرية للدفع بجهود التنمية في المجالات كافة وخلال السنوات العشر الأخيرة نجحت القيادة السياسية في رفع حجم الاستثمارات بسيناء لترتفع لأكثر من خمسة عشر ضعفاً لتبلغ ثلاثة وسبعين وثلاثة من عشر مليار جنيه فالعام الجاري مقابل أربعة وثمانية من عشر مليار جنيه خلال عام 2013-2014 خطوات واسعة للتنمية في سيناء عبر العديد من القطاعات من بينها الاستثمارية ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء بلغت أكثر من خمسة عشر ضعفاً مسجلة ثلاثة وسبعين فاصل ثلاثة من عشر مليار جنيه من عام ٢٢٢٢ مليار جنيه مقابل ٤٧ مليار جنيه عام ٢١٣١٤ شاهدت شبه جزيرة سيناء افتتح ثلاثة مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة بلغت 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.500 شركة فضلاً عن 332 فرصة توجد على الخريطة الاستثمارية بالإضافة إلى توفر 139 فرصة لمشاريع صناعية في سيناء ومدن القناة من أبرز المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة هي زيادة الطاقة الانتجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً أيضاً كما تم إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة من بينها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بتكلفة بلغت نحو 403 ملايين جنيه حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيموية والهندسية والغذائية والغزل والنسيق في الوقت ذاته قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر أكثر من ملياري جنيها قروط حتى فبراير من عام 2023 والتي ساهمت في تبويل 50 ألف مشروع لتوفر نحو 89.4 ألف فرصة عمل فضلاً عن المشروع القومي للتمنية المجتمعية والمشارية والمحلية مشروعك والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروط حتى فبراير من عام 2023 ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر نحو 44.7 ألف فرصة عمل تنمية سيناء تقوم على عدة محاور يعد القطع الاستثماري عنصر ثابت في معظمها سواء عن طريق المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التي تعطي شريحة كبرى من أهالي سيناء